أكد وزير التجارة والصناع رياض مزور اليوم بأبو ظبي أن المملكة المهربية تطلع بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس بدور فاعل وقوي داخل منظمة التجارة العالمية وضف مزور في تصريح على هامش المشاركة في المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المهرب العضوى المؤسس لهذه المنظمة يساهم في تعزيز شفافية التجارة ويعمل من أجل الوصول إلى تجارة عادلة ومنصفة وتحقيق تكافؤ الفرص بين البلدان خاصة على مستوى المبادلات التجارية وأكد أن المملكة المهربية ستقدم خلال المؤتمر اقتراحات متعلقة بحماية البيئة وبنهج تدبير جديد للمنظمة مبرزا أن المهرب يعمل في هذا الإطار بفعالية ضمن الإئتلاف الإفريقي والإئتلاف العربي ويبحث المؤتمر الثالث الذي يستمر إلى غاية التاسع والعشرين من فبراير الجاري القواعد والقوانين النظمة لأنشطة التجارة العالمية وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمول